موسيقى السلام عليكم مرحبا بكم في الحصة الثالثة كي نتعلم الهراغانا وهي من الحروف اليابانية قبل أن نبدأ ورقة وصلوا ونتمرنوا على الكتابة كاملين إذا تعقلوا أخر حصة تعلمنا أن نقدر نغير النطق حرفه لحرف آخر بزيادة تين تين يعني كا لازنالها تين تين ستقول لقا اليوم سأتعلم ربعات الحروف بالحق سأتعلم واحد الحرف إلا زدنا له تين تين سأتعلم جوش على النطق دقة واحدة هي حرف واحد ولكن يمكن أن يكون جوش على النطق على بركة الله ورقة بالسلو سأتعلموا أول حرف س س إلا تعقلوا في الحصة السابقة تعلمنا حرف كي عنده جوش نتعلم خطيطات متوازين ويقسمهم الخط الثالث س س تقريبا نفس كتاب عن تعكيب الحق فيها خط واحد يعني س خطيط واحد نقسموه الخط الثاني ومالتعس نديره نصف دائرة هذه هي س اللغة اليابانية مالتعلم اي اي ا ا ا ا ا ا ا كا كي كه كا كو يعني ماشي سا سي في اللغة اليابانية سي مكنش كتبلي شي شي سا شي شي طريقة كتابة سهلة فالذياتها بحل يد نتعلم دلّا يد نتعلم دلّا سا شي دابا إلا تعقلوا على نفس الترتيب سا شي سو سو بحل يكن كتبوه حرف تي بالفرنسية بالحق فيها جيدا بحل بلنعك دغة يعني تي كون ندير واحد دورة ونعبطها هذيك هي سو عاو تعني سا شي سو سي سا شي سو سي إلا تعقلوا على كيف كنا كنكتبوها كنكتبو واحد كون نديرو حدا هاتي دابا سي بحل غادي نديرو واحد الخط بحل نكتبو واحد نيت ونكتبو حدا هاتي بالحق داك الخط ديالتي كيدوز عليهم بجوج كيدوز عليهم بجوج كيلقيهم بجوج ماشي بحل كي يعني سي غنديرو الخط لولاني غنديرو تي وندوز عليهم الخط نكمل في نفس الترسيب سا شي س سو 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 سنكتب ثلاثة مقلبة أو أربعة بالعربية نضيف الخط الأولاني ثلاثة مقلبة أو نص سمانية خط نص سمانية سا شي س س س س أو تاني إلا بغينا نبدل نطق دياله غنزيد لها تن تن وبالتالي سا سا غادي تولي هي زا تن تن زا شي 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 هي بحل ليد أنت عند الله غنزيد لها تن تن وغادي تولي جي جي سو هي هذه التالة المعقودة سو غنزيد لها تن تن وغادي تولي زو زو سا هي هي واحد وثان مشروكين سا غنزيد لها تن تن وغادي تولي زا زا واخيرا زو هي سو يعني داك الخطيط ونص سمانية سو غنزيد لها تن تن وغادي تولي زو سا شي س س س سو سا شي س س سو زا جي نتبه ورا ماشي زي جي زا جي ز ز زو أوكي يالا دابا نتعلمو الحرف الاخر اللي هو حرف تاء حرف التاء تا وش في النطق ديالو معنكش لانهو ماشي كولو تاء بالحق الابدلينا غادي يجيكم سهل نبدو تاء ماشي حرف التاء بلحق بحالي حرف التاء افكتيف مو يعني تاء تاء بحالي قنكتبو وحد تاء شوية سبوكتيفا ياك قنكتبو تاء وغنكتبو مسحس منها علامات تساوي تا الحرف التاني هو تشي تشي حرف تاء وحرف شينة تشي بحالكتنطقوها بالامريكانية تشي طريقة الكتابة سهلة بحالكتكتبو وحد خمسة شوية مزاقلة تشي 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 تتى نحن وصلنا لحرف الأخير ديال حرف طا أو لتا اللي هو طو طو كندير واحد لخطيط مايل وكندير النصف دائرة أو تاني طو بحل كيجي ملفق الحلاكة ومستقر طو دابا إلا زدنا على هاد الحرف تان تان أو تاني غايتغير نطق بلحق هنا غايتغير بحالة تقول غنول لك أن تقني تدال يعني طا إلا زدنا لها تان تان غتولي دا إلا كنتو كتفرجوا في أفلامي مهم الأفلام اليابانية غايتتكونوا كتسمعوها دايوني ولا دا كيقولوها دونك هي تي كتزولها تان تان غتولي دا جي بحالة الدالة والجيمة جي غايتغير نطق عايتغير نطق خمسة ديكالية ونزلو لها تان تان هي جي دابا ت اللي هي ديك الدالة باللغة العرق الدال وممكن تزلو لها جوش نقيضات وكتقولي د د إلا تعقلوا الحرف السابق كانوا حرف س كيقولي ز ت كتقولي د بحالة يقول الدالة والجيم ولا الدالة والزايا أوكي د دابا ندرزوا الحرف الأخر اللي هي تي إلا سنالها تان تن بعد تقولي د د د إلا كنتو كتسمعوا عبتاني فلاني بغايت تكون كتسمعوا ديس بزاف ديس هي تي كتزدو لها تان تن وكتزدو لها سو أكو تي هي ديس أوكي وأخيرا تو اللي هي هداك الخطي يتصغير وحده نص دائرة تو كيقولي تان تن دو دو دا جي ز د دو المهم اليوم أتعلمنا سا ش س س س س غايت تقولي ز جي ز ز ز ز أوكي تا تش ت ت ت دو غايت تولي تا غايت تولي دا سمحوا ياتولي دا جي ت د دو قبل ما نسألي حلقة اليوم بغيت نأكد على أن تو تو اللي هي دير بحل الدل عندها استعمال آخر اللي هو كنسموه تشي ساي تو تشي ساي هي صغير تشي ساي تو كنستعملوها على قبل شدة يعني إلا بغينا شي حرف نطقوه نزيد عليه نأكد على النطق ديالو كنسب قوله تو مثلا نديرو ز طاي ز طاي اللي هي أكيد لكن تفرجوا في الآن يمكن تسمعوها ز طاي هي ضروري ومؤكد غايت بو ز أو تاني راح تعلمنا هاليوم وغايت تشي ساي تشي ساي هي صغير تشي ساي تشي ساي تشي ساي وغايت ت ت ت و إ ما تتعلمناه قبل تetaanي الحرف اللي نأكدوا عليه كنكتبوا قبل منه ت يعني ت ما عندهاش علاقة بالحرف اللي قبل منها عندها علاقة بعض الحرف اللي جاي من موراها ت قبل حسناً سعيد سعيد سهلاً بعضناً سعيد عشر او 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 ان انكم تعلموا ايام الاسبوع او انكم تعلموا اليابانية اكثر تجيركم الحراجة بحالها بحال ما سهلة بزع غير الول صعب صافي يلا انا عجبتكم حلقة اليوم ديروا لايك ديروا فولو قلوها لانطورتكم انا عجبتكم الفيديو كومنتر شنو بيود تعلموا اقتراحات ديالكم كيفاش ندير نحسن من الفيديوهات مهم You know that يلا سلام عليكم